الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بلغنا الآية الثامنة عشرة من سورة النجم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العظمة وهذا الهول وهذا الموقف الذي لا يوصف أن وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى مع جبريل عليه الصلاة والسلام انتهاء رحلة المخلوقين لا يستطيع مخلوق تجاوز هذه السدرة حتى جبريل عليه الصلاة والسلام فبعد أن سرد هذا الهول وهذه العظمة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد للتحقيق اللام القسم قد للتحقيق رأى من آيات ربه الكبرى هو ذكر قبلها أنه رأى فلماذا هذا التكرار هذا يسمى في البلاغ التذيل التذيل هو أن تأتي بكلام يتضمن الكلام السابق لكن بأسلوب آخر وقد يتضمن معنا جديدا المقصود منه التأكيد على ما سبق لقد رأى من آيات ربه الكبرى من آيات علامات براهين دال عليه جل في علاه ربه لاحظ وذكرنا وذكرنا مراراً وتكراراً لا تمر عليك كلمة ربه إلا بعد أن تفهم المعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة وذكرنا بأنك كلما قرأت الرب في القرآن استحضر فضله عليك لماذا؟ لأن الرب هو المتفضل رب المنزل هو الذي يدبر شؤون المنزل يوفر الطعام والشراب وما يحتاجونه فهذا هو الرب الرب هو خيره الواصل إليك مباشرة أول ما تقرأ الرب الله يريدك أن تستحضر هذا المعنى لكن الإله واجبه عليك حين يقول الإله أي ماذا يجب عليك تجاه هذا الرب المتفضل عليك وهو عبادته جل في علاه وحده لا شريك له فهنا يقول لقد رأى من آيات ربه هو المتفضل عليه أن رفعه إلى هذا المقام السامق لقد رأى من آيات ربه الكبرى شوفوا العظمان والله قبل قليل وأنا أقرأها أتأمل قبل الدرس ما هذه العظمان ماذا يقول بعدها سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزة جاء بنفس الكلمة التي وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رأى ماذا رأى عليه الصلاة والسلام أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه لاحظ معي الرؤية فهم مارونه على رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام على رؤية آيات الله العظيمة فجاء بنفس الكلمة الرؤية أفرأيتم اللات والعزة انظر إلى البون الشاسع بين رؤية عظمة الله ورؤية جبريل عليه الصلاة والسلام ورؤية آيات الله الكبرى وبين رؤية أصنام هزيلة حقيرة ذليلة يعبدها هذا الإنسان الذي أذل نفسه لحجر ووثن غاية في الذلو الحقارة دون أي برهان يعني أنتم من تمارون أنتم يا من تعبدون هذه الأوثان أفرأيتم اللات والعزة ومنات طبعا هذه الأسماء يعني بعض العلماء رحمة الله عليهم هو يروع عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عن ابن عباس وغيره أن اللات من رجل يلت السويق للحجاج والعزة طبعا اللات هو صنم بين مكة والطائف في الطائف عفوا اللات صنم في الطائف يعبده المشركون في الطائف ومنات والعزة صنم بين مكة والطائف ومنات صنم بين مكة والمدينة لكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم لو تأملنا هذه الأسماء لوجدناها أنها كلها اشتقاقات من أسماء الله جل في علا فهذا قول آخر وهو القول الأقوى والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنهم ألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى فاشتقوا من اسم الله اللات وقالوا هي بنت الله ومن العزيز العزة من المنان منات إن الذين يلحدون في آياتنا لا يقفون علينا وهؤلاء يلحدون أيضا في أسماء الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الله شوف شوف احتقار هذه الأصنام ما معنى ومنات الثالثة الأخرى يعني تخيل أنك أمام شخص مدرس أمام تلميذ فاشل والمدرس يوبخ هذا التلميذ للفاشل بعدين فجأة يلتفت وإذا بتلميذ فاشل آخر يقول شوف الثاني شايف لفظ هذا شوف الثاني هذا ومنات الثالثة الأخرى يا الله شوف الثاني نفسها تماما احتقار لهذه الأصنام ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر تفتخرون حين يتولد لكم الذكور ووصفتم الله بأن له بنات وأنتم تسود وجوهكم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه يعني إيش يدسه من الدس دسست جيب دسست يدي في جيبي أخفيتها فالدس كقوله تعالى وقد خاب من دساها طيب إيش المعنى كيف دساها دساها يخفيها من الذل والهوان في يوم القيامة فدسا أي أخفى فهو أم يدسه في التراب يخفيك أنا عار أنثى هذه أمك هذه أختك هذه زوجتك فهنا الله سبحانه وتعالى يقول وهذه انتبهوا معي يا أحبابي أولا الله سبحانه وتعالى حين يقول ألكم الذكر وله الأنثى لا يعني أنه جل في علاه يرضى إن نسب إليه الولد من الذكور ولكن حط ألف خط تحت ولكن كل باطل يفتري على الله الكذب لابد أن يظهر في كلامه النقص الشديد والتناقض البين لابد لذلك الله سبحانه وتعالى يتدرج مع هؤلاء بالحجة فيقول ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى يعني حين نسبتموه نسبتم إليه الولد جعلتموه أنثى تلك إذن قسمة ضيزة جائرة تلك أي هذه القسمة إذن وهذه جواب جواب على الاستفهام الأول أفتمارونه على ما يرى هنا يقول تلك إذن قسمة ضيزة يعني جائرة ظالمة إن هي ما هي إن هنا بمعنى ماء النافية إلا والنفي إذا جاء بعده استثناء لأن إلا استثنائية تفيد الحصر فجعلها محصورة في كونها أسماء مجرد أسماء لا حقيقة لها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم فقط لا حقيقة لها إطلاقا جبتم تراب وصنعتم منه صنما وأعطيتموها اسما مبجلا فقط وهذه المغالطة تسمى مغالطة منح المصطلحات مغالطة المصطلح وهذه حتى موجودة في الغرب يقول لك إذا تورط في شيء يقول لك عطها اسم تمشيها على الناس عطها اسم بس فخم مع أنها وهم كيف خلقنا يقول لك الدارونية هذا ما يسمى الطفرات العشوائية وهو اسم مصطلح اللي مسكين جاهل ما يعرف يتورط هذا اسم جديد هذا مصطلح علمي ومشي أمورك كل مشكلة تواجب وهذه مغالطة معروفة مغالطة تمنح المصطلح عطها مصطلح جديد فخم علمي منات ألات العزة وانظر إلى حقارة أهل الباطل بعد معركة أحد المليئة بالدروس المفيدة يصيح يريد أن يتأكد أبو سفيان هل لا زال محمد حياً بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فلما عرف أنه لا زال حي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغيظ المسلمين ماذا قال انظروا إلى يعني رضي الله عنه وارضاه بعد أسلم لا نستطيع أن نقول شيئاً لأنه من الصحابة أصبح بعد ذلك من الصحابة لكن في ذلك الوقت كلام غير منطقي على الأطلاق قال لنا العزة ولا عزة لكم لنا العزة ما هي العزة صنم صنعته أياديكم لا حقيقة لا إن هي إلا أسماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه حين قال لنا العزة ولا عزة لكم قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم الله الحقيقة الكبرى والذي يشك في الله يلزمه أن يشك في كل شيء وهذا إن شاء الله ما سنبينه في المستقبل في دروس لاحقة إن شاء الله الذي يشك في الله يلزمه حتى لا يتناقض أن يشك في كل شيء لذلك فعلا وصل الحال في بعض الملاحدة مثل ديفيد ويوم إلى المذهب العبثي أصبح يمكن مجنون نيتشا فقد عقله مات في مستشفى المجانين نقول نعم هذا هذا من ضبط مع نفسه من ضبط مع نفسه الملحد المنضبط مع نفسه المتماهي مع عقيدته إذا صار في هذا الدرب درب الجنون نقول له صح أنت الآن صح أنت الآن ماشي صح مماشي صح أقصد صح لهذا لكن غير متناقض لكن تجده ملحد وماشي حياته نقول له لأنت كذب لأن أنت قعد تناقض نفسك لأنك إذا طلبت براهين معينة من خيالك تريد أن تتحقق في الله فهي غير متحققة في كل شيء آخر إذن فيلزم كأن طبعا سنشرح ذلك لاحقا القصد يا أخواني كل باطل كل باطل حقيقته إن هي إلا أسماء والله يا أخواني كل باطل حقيقته إن هي إلا أسماء فقط يعطونها يعطونه بحرجا وأبهة زائفة وتعظيما كتعظيم البالون وفي داخله مجرد هواء هذه حقيقة الباطل انتفاشة الباطل لذلك هذا السياق كل سياق مقارنة مقارنة عظمة الله الآيات العظيمة البراهين الدامغة الأمان بأنك مع الله وفي المقابل أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وهذه المقارنة مطلوبة تلك إذن قسمة ضيزة والله كل أنا أتبع الفلاسفة اليونان هؤلاء العباقرة الكذا أفلاطون شعب شقرات شعب مولانا لازم أنك أنت لا تكتفي فقط بالدفاع انظر إلى منهج القرآن كيف لا يرتزم فقط الدفاع يهاجم القرآن يهاجم الباطل أنت تجعل هؤلاء قدواتك هؤلاء شواذ أفلاطون أفلاطون يعتبر المرأة شجرة سامة وأنها أصل الشرور في هذا العالم يحتقرها كل باطل كل باطل كل باطل أنا أقول يهاجم الحق ثق بأنه متناقض انظر إلى هؤلاء الذين يتكلمون باسم الإنسانية اليوم أكبر مجرمين في التاريخ البشري لم يسفك أحد من الدماء من دماء الأبرياء كما سفك هؤلاء أبدا في التاريخ البشري كل من اتهم الإسلام بأنه دين شهواني هو غارق في الشهوانية من رأسه إلى رجله لابد لذلك القرآن يعلمنا كيف ندافع كيف نوضح كيف نجادل بالحكمة والموعظة الحسنة وكيف نهاجم نكتفي بياض القدر سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر كنتو إله ترجمة نانسي قنقر